في عام 2010 عقدت نينشا المنتدى الاقتصادي والتجاري الصيني العربي الأول وفي ذلك الوقت كنا نعتقد أن التعاون الصيني العربي سيكون له بالتأكيد آفاق جيدة للغاية ومع وضع هذه الفكرة في الاعتبار قمنا بتأسيس مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية خلال عملية تطوير شركتنا وخاصة في عملية إجراء التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية يمكننا أن نشعر بشكل متزايد أن فهم الدول العربية للصين ليس دقيقا وموضوعيا بدرجة كافية في العديد من الجوانب في السنوات الأخيرة ومع استهار الإقضاء الصيني وزيتة نفوذ البلاد زاد عدد متعلمي اللغة الصينية في الدول العربية بشكل كبير إن اللغة تشكل حلقة وصل مهمة بين الشعوب ولا يزل الإقبال على الثقافة الصينية في العالم العربي يتصعد الأمر الذي سيدخذ زخما جديدا في التعاون الصيني العربي أعتقد أن المزيد والمزيد من الشباب العربي يدركون الآن أن تعلم اللغة الصينية يعني الفوز بالمستقبل أظن أن هناك سبابين على الأقل لذلك فمن ناحية من خلال تعلم اللغة الصينية يمكنهم فهم الحضارة والثقافة الصينية وتعلم الحكمة الصينية ومن ناحية أخرى يمكن أن يوفر تعلم اللغة الصينية المزيد من فرص العمل والعثور على وظيفة أفضل وكسب دخل أعلى وباعتبارها إحدى نوافذ التعاون بين الصين والدول العربية تستقدم من إنشاء القوى النائمة الثقافية لتعميق الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل بين الصين والدول العربية وكذلك الصين والدول المشاركة في مبادرة الحزام وطريق يعتقد جان شروم أن تدوير شركته يرجع إلى البناء المشترك للحزام وطريق وتعميق التعاون الصيني العربي لطالما اعتقدت أن نمو وتطور شركتنا في السنوات العشر الماضية كان بسبب مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني العربي في عملية البناء المشترك للحزام والطريق وجدنا المزيد من لقاط الطلب في السوق لتنفيذ التبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية وهذا يشجعنا على تقديم المزيد من الأعمال الثقافية الصينية الممتازة مثل الكتب والأفلام وغيرها للجمهور العربي وعشاق تعلم اللغة الصينية لقد تم الاعتراف بجهودنا من قبل السوق واكتسبت شركتنا المزيد من التحفيز لما حفزنا على سرد القصص الصينية بشكل أفضل وإسماع الأصوات الصينية